النهاردة في الجولة العشرين من الدولة المصري الممتاز دوري نايل قدر النادي الاهلي يفوز على الإسماعيلي 2-1 في واحدة من كلاسيكيات كرة القدم المصرية بالتخصص بيرستاو سجل الهدف الاول للنادي الاهلي في دقيقة 33 وبعد كده امام عشور سجل الهدف الثاني للاهلي في الشوت الثاني تحديدا في دقيقة 57 وده هدف الاول اللي سجله بيرستاو وغيرات اتجاهها ومعرفش احمد عادل عبد المنعم يتعامل معها بعد ما غيرت اتجاه كرة بتحب بيرستاو جدا قدام لإسماعيلي كمان تحديدا ده هدف جميل كان ملعوب في كرة كويسة قدر امام عشور انه يسجل الهدف بخدم اليسرى هدف الثاني دي النادي الاهلي وبعد كده في دقيقة 75 ضرب الجزاء قدر عبد الرحمن مجدي يسجل منها هدف الإسماعيلي الوحيد طيب المباراة كانت عاملة ازاي المباراة كانت بدايتها جيدة من النادي الاهلي ومن الإسماعيلي ايضا لعبت الاسماعيلي كانت فايقة في الشوت الاول ولعبت النادي الاهلي كانت ايضا فايقة وقدر النادي الاهلي بخبرات لعبيه انه يسجل هدف خلص به الشوت الاول للشوت التاني الاسماعيلي كان افضل نسبيا من النادي الاهلي وان كان حتى في الشوت الاول اضاع فرص الاسماعيلي بفضل تصديات مصطفى شبير الرائعة في الشوت التاني حاول الاسماعيلي مرة اخرى ولكن هدف لامام عشور اتى المباراة نسبيا حاول الاسماعيلي بعد هدف عبد الرحمن مجدي بعد الديع 75 سهل المهمة شوية تغيرات مرس الكرة على الاسماعيلي ولكن دون جدوى والتصدى مصطفى شبير ايضا في الدقائق الاخيرة لكرة خطيرة جدا ايضا لعبد الرحمن مجدي المباراة بشكل عام هي حرفيا كانت ما بين عبد الرحمن مجدي ومصطفى شبير ولان مصطفى شبير هو اللي تفوق على عبد الرحمن مجدي فاخد جائزة افضل لاعب في هذه المواجهة نادرا لما فريق يفوز يبقى الفريق الفائز الحارس المرمى بتاعه هو يبقى افضل لاعب في المباراة خاصة لو كان فريق كبير وعنده عناصر مهمة زي النادي الاهلي امام فريق بيحاول يعني يستعيد عافية وهو النادي الاسماعيلي وعايز ابدأ بمصطفى شبير يعني الكلام فيما يخص هذه المباراة عايز ابدأ مباشرة بمصطفى شبير مصطفى شبير النهاردة مش النهاردة بس منذ اشتراكه مع النادي الاهلي كل المباريات اللي اللعبها كانت مباريات ممتازة لو ما خدش جائزة افضل لاعب في المباراة فهو واحد من افضل اللاعبين في المباراة النهاردة المباراة كان ممكن ووارد جدا الاهل يخرج فيها خسران او على اهل تقدير متعادل لو لا مصطفى شبير كانت النتيجة هتبقى مؤكد سلبية للنادي الاهلي علما ان مصطفى شبير تصدق لسلاس كرات خطيرة جدا من الاسماعيلي الفكرة بقى مش النوعية بس كرات خطيرة الفكرة توقيت هذه القرات او هذه الفرص توقيت هذه الفرص كانت كفيلة انها تغير مجرى المباراة تماما تعالى نبدأ واحدة واحدة وخليك معايا في التوقيتات عشان التوقيتات دي مهمة جدا الكرة دي طبعا اخطاء دفاعية واعجيلك برضو في الدفاع النادي الاهلي بس بعد شوية دي كرة من عبدالرحمن مجدي تصدق لها مصطفى شبير في ديئة كان في ديئة تلاتة واربعين كلالي متقدم وكان والد الاسماعيلي يخرج من الشوت الاول متعادل في النتيجة والتعادل ده يريح الاسماعيلي ويريح حتى افكار الكابتن اهاب جلال بشكل كبير جدا في الشوت التاني فالتوقيت ده توقيت صعب جدا انك تسجل هدف في نهاية الشوت كان يبقى صعب جدا على الاهلي وطبعا كان هيدي افضلية للاسماعيلي دي الفرصة التانية الاهلي مازال متقدم واحد سفر تمام؟ دي فرصة تصدى لها مصطفى شبير بروعة ايضا وكان ممكن يتعادل فيها الاسماعيلي في بداية الشوت التاني بعد 6 دقائق فقط من بداية الشوت التاني وكان ايضا وارد انه مجرى المباراة يتحول بعد ما الاهلي سجل الهدف التاني وبعد ما الاسماعيلي حتى سجل الهدف من ضربة جزاء تعرفين الاهلي في الدوري في الفترات الاخيرة يسجل فيه هدف بعد ديئة تسعين كتير الكرة دي كانت في ديئة 91 وتصدى لها مصطفى شبير وانقذ النادي الاهلي من تعادل مؤكد امام الاسماعيلي وبمعنى اضق عشان ابقى امين يعني هو انقذ الاهلي بحكم هذه الفرص من الخسارة في مباراة اليوم فمصطفى شبير النهاردة انقذ الاهلي الاهلي النهاردة ما عملش مباراة كبيرة اشتركوا في القناة